نحن نتحدى أهل البدع والأهواء أهل البدع الأقائدية وأهل البدع الأسيافية أن أقول بيننا وبينكم السلام بيننا وبينكم السلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا رأي أعظم ذم من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقصني الخير عن من كان وزاد الشر على ما كان ما زالوا إلى يوم الناس هذا خنجرم في ظهر الأمة لا تجدوا الإخوان المسلمين إلا وقد وجدت الفتاة وحظم الله ونعمل وكي لعلكان السبب إسرائيل أولا وحماس برئ الإخوان المسلمين في فلسطين الثاني أينما حلوا حل الخراب والضوار فإذا حلوا في مكان حل تنتنوا فيها فإلى الله المشتك لا بيمثلنا سبع أكتوبر ولا بيمثلنا اللي صار في سبع أكتوبر ولا بيمثلنا اللي أخذ حراري بجرب الناس لحار الله بضول تجنبوا لقاء العدل الله الرسول جاني حافظ على حياة الناس ما لا ضل حياة ولا ضل أهل ولا ضل بيوت ولا ضل ذكريات وقل الإخوان المسلمين من بسطو وقل حماس تفرح وحظم الله ونعمل وكي لعلكان السبب إسرائيل أولا وحماس برئ الإخوان المسلمين في فلسطين الثانية أينما حلوا حل الخراب والضوار المسلمون سبب بلاء العالم الإسلامي منذ مهروا إلى اليوم الرسول كان على رأس السرية يقول مش تحت الأرض بجري بخبوا ولاد ومرتوا ولاد الناس بتروح في داهية ودور الناس رايحة ألم ألم بمهجتي فدعاني ضمار كامل ضمار كامل بعدين قلت بالدبني لدار بدون دار عمرتها عمرتها وشكانت فيها حسبي الله حسبي الله حسبي الله عليك يا عماد. حزب الله عليك يا ثلاث. حزب الله عليك يا عبنية. حزب الله عليك يا حباب. عن رأيهم وبزعمهم جعلوهم عملاء للسلطان. افكارهم قد غذيت من زمرتي حملة لواء الحدع الأضرار. الحزب الله عليك يا حزب الله عليك يا حزب الله عليك يا حزب الله عليك يا عبنية. اشتركوا في القناة 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 اقسم برب العزة الخدمة اللي قدمتها حماس لا اسرائيل ما قدمها بشر في الكون ولا قدمتها دولي في الكون ولا قدمها خائن في الكون السنوار اكبر من كل جنرالات اسرائيل السنوار حطهم حلم الدولة ضمروا حطهم حلم الدولة وضمروا وحطهموا بقضية الاسرة اسرائنا البواسل اللي بالسجن اسرائنا اللي بالسجن اللي بيتحججوا انهم اخذوا رهائن لانه السنوار وعد زملاء انه يطلعهم من السجن اسرائنا بالسجن اليوم كل واحد في الاربع وعشرين ساعة بيأكل اربع ملاعق رز فقط كل تمن اسراء بسجون الاحتلال لهم اربع فرشات فقط ومدتها تمن ساعات وبيصفوا على البلاط الانفرادي اسرائنا بيتبهدلوا بالسجن وواحد معتوه زي السنوار بيتحجج انه بدي يفرج عن الاسرة احنا تفعنا التمن تسكرت حماس احنا تفعناها احنا تفعنا التسكر احنا تفعنا تفعنا المجنون اللي اسمه السنوار المجنون اللي اسمه السنوار رمع حجر في البيئر مين بطي تطلعوش كنا نايمين في امام الله اصحينا الصبح على سبعة كتوبر سبعة السواد اليوم الاسود يوم النكبة كنا امنين في بيوتنا اصحينا على نكبة اتشربنا وتهجرنا اتناش حماس اتناش حماس اصحينا 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 حماس اصحينا ، اصحينا اصحينا في اسرائيل وحسب الله ونعم الوكيل في كل متخادل وكل من كان سببا فيما نعيش اليوم احنا شايفين الضمار هذا الشيء مش عجبنا احنا سببنا على حكومتنا 17 سنة بعد 17 سنة هالضمار وهالتدمير هذا يكافؤنا هيك شعبنا انا بحب اواجه سحيته بحب اواجه كانبته للسنوار ولا هنية ولا حمادي اللي بيقولنا انصبر وصامده احنا لا صبرين ولا صنبين بكاف الظلم والضمار اللي احنا فيه 9 أشهر من عمرنا راح يعني بكافة بعد 17 سنة هالي انتو تكافؤونا ضمار هذا الشامل كيف احنا بنا نعيش اطفالنا كيف بدهم الاطفال اللي شافوا الجتعة شافوا الضمار شافوا الهلاك شافوا الجوع شافوا كل حاجة كنتنا بيعيشوا كون انا ابني هذا بعمر 7 سنين اتضمر رشادتك بقول لي بقول يا ماما انا ايج زنب انا عيش في حرب انا بتعيش زي زي بقيت اطفال العالم فانا بواجه رسالتي بقول لهم بكافوا احنا مش صنبين بكافوا تضحكوا على الشعوب العالم بكافوا تجمير انتو مش عايشين معنا انتو لا شفت خوف ولا شفت رعب ولا شفت جوع ولا شفت غصف ولا شفت الضمار انتو عايشين بكيفات بأكل وبشرب بكل حاجة اما الاحنا الاحنا الاحنال then we already have him, lg Ihrsanii barованne baasting beckeve انا ليابة عان كل واحده عن اولاد و Sammy, اللعنول و احلى اول اوهffer ان ارو ايه انا بشي짜 و انا بشج thats after this leave it your mom and if i get aet 뭐 i will not eat اوهر له انا بكونوا احنا بقولوا بكافوا احنا مش عايشين بصموت فانا بشرع انا بش عايشين بصموت احنا مش صنبين بتحكوش انتو بقتام الناس ان احنا صنبين يحنا مش صنبين بس على الحرب اللي انا شبكها للي اماني بحب ان انا هاجر مجرد مدقة في البلد بدي اهاجر بكافة هاد المدارس اللي دمروها والجماعات بكتش بدهم اتعمرون اياه بدهم خمس ست سنين لما اعمروها مي بد يضل يصيب بولاده خمس ست سنين من غير ذلك علم ولا دراسة ولا اشي انا بنت السنة جاي توجيها بدت تقعد خمس سنين لما ادرسه ولا ابني لصف اول بعرفش يعني يكتبه لا يدرس انا بدرسه في الدار بس على الفاضي فانا بواجه لساكه لكل العالم انه ميقفوا معنا احنا كوننا ان شعب فلسطيني يغفو عن احنا احنا لالناس مش لالحكومة يقبل شعبنا يطلع لنا احنا انا مش مجرمة ولا انا جسوسة ولا انا عميلة ولا انا بنت ناس متخادلين لا انا بنت شهيد وبنت شهيدة وعمة شهدة واهلي استشهدوا اشربنا الكاس من بداية الحرب في عشرة عشرة راحوا الاهل وبيت الاهل خمسين الف ما بين شهيد ومفقود وعشرات الاف الجرحة ان ما كان مئات الالاف ولسا هالأرض مش بع الدم ايش فيه ايش اللي بيصير اذا كل هطوشة على اليوم التالي للحرب اليوم التالي للحرب ما فيش فيه بشر تحكموهم اليوم البلد بلد تعج برائحة الدم بلد تعج برائحة القهر يعودوا اوطي اخضوا وصروا اليوم البلد خ dona بقوه العقب تقوم المعادلة بعض عدو سما Running آمان كل دمن يهودي نجس وجثة يهودية عدنة مئة من أكساب المسلمين الشرقاء لنجال والنساء والعجائز والشيوف لا من المقاتلين المقاونين كل أسيري على ابني شهير لها الدرج أرواحنا هيك من المقاونين الآن كمواطن جارك مواطن جارك هذا وهذا وهذا يقول إيه الزمبه إيه الزمبه إيه الزمبنا إحنا إيه الزمبنا إحنا أطفالنا بنتي بتموت لنا فين أيدي بتقول لي بتموت يا بابا بتزبد مين بتتعوضني؟ مين؟ إنت جاي عامين فيها وطنية وعملت لها محارب بين الناس؟ وقعت البدع الاعتقادية في القديم وفي الحديث وأنت ترى فرقة الأمة بسبب البدع الاعتقادي كبدعة إخوانية وما يقع في غزة كما ترون يخرج الناس من الخنادق بعد أن سكن القذف واستقر الرعب وقتل من قتل وخرد ما خلد وشوها من شو والفزع والتبول الإرادي في الفرش بليل وكاد يغرقها من الفزع والرعب من الدمار والتخرير من فعل يهود عليهم لعائل الله ويخرج المجاهدون من خنادقهم وهم سمان عليهم رواء يقولون الحمد لله لم يقتل منا إلا عدد قليل منكم وهؤلاء الذين قتلوا أليسوا منكم ودورهم واموالهم وترويعهم وتفزيعهم على رأس من تعاملون كما ترون بتعامل الطلاب في المدن الجمعية وفي الكليات لم يرفعوا رأس في إنشاء المظاهرات العاب أطفال دولة منظمة لها أسس راسقة وقواعد باسقة حركتها لها حساب ورد فعلها تآخذ عليه أما عبث الأطفال فالأطفال لم يبلغوا الحلم بعد وقد رفع عنهم القلم عدد الضحايا الغزاويين فقى عتبة الأربعين ألفاً الرمزية مع غارات جديدة في القطاع حمل المفوض السام الأممي لحقوق الإنسان مسؤولية مقتل هذا العدد من مدنية غزة للجيش الإسرائيلي نمشل اليوم علامة فارقة قاطمة بالنسبة للعالم سكان غزة يشعرون الآن بالحزن على أرواح أربعين ألف فلسطيني وفقاً لمزارة الصحة في غزة ومعظم القتلى هم من النساء والأطفال ويعود هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره إلى حد كبير إلى الإخفاقات المتكررة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي يجو على القوات الالتزام بقواعد الحرب ويعودهم لعناهم الله رب العالمين و أخزاهم و اللعنة حالة عليهم هؤلاء قوم من الحشاشة بمكان ولكن المهمة في نوعية المقاتلين عند حرب العصابات عند الاستخفاء في الخنادق وطعريب النساء والشيوخ والأطفال يقع خلل كبير لأنهم قوم لا عهد لهم ولا دمة لهم ولا يرغبون في مؤمن إلا ولا دمة يمكن أن تحدث به النكاية أن تقتل رجلا أن تصيب امرأة أن تدمر منشاة كذا المقامة إذا كانت في وسط المدنيين أمام جنش النظامين لم يحتل الأرض بعد فلا يكون إلا تهييتا ولا يصنع شيئا وتكون المعادلة بعد أمام كل ذم يهودي نجس وجثة يهودية عفنة مئة بالأكساب المسلمين الشرفان لا بجالي للنساء والعجائز والشيوخ لا من المقاتلين المقاومين ومعهم زيادة عليهم مع كل واحد خمسمائة من الجرحات تتفاوت جراحاتهم بين طفيفة وخطرة هذه معادلة أهان دمنا علينا إلى هذه الدرجة لماذا التغرير هم لا يعدمون رسيلة في التغرير هذا معلوم أن ترفع الأيدي إلى الأعلى أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله العلي العظيم على التمسكين بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشراخط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والأمر والطراحة في المنشب والمكرى والضاق بالله على إله وهبالع عليه لكن أين الطريق من أين يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاتل لله لأناء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا لا نقاتل بشي سوى ذلك فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتفلون بالذكرى الثانية والعشرين لحركة المطاومة الإسلامية حماس الجناح الجهادي للإخوان المسلمين على أرض فلسطين الله رب العالمين جعل لنا في كتابه العظيم مثلة من شاهدات على عظم هذا الحل وكيف أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستضاء فأمر المسلمون في مكاتب كث الأيدي وكانت تبعا لذلك دماء الكفار الأصليين معصومة يحرم أنطران أملت هذا الآن نعم وأزيدك والله المستعان تحسب أن الجهاد ضاية في ذاته من قال هذا الجهاد ليس بضاية في ذاته وليس بهدف في ذاته وإنما هو وسيلة لضاية وطريق ممهد لهدف الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله رب العالمين في الأرض لذيلونة الخلق لرب الأرض والسماوات العلا هذا هدفه وهذه غايته فإذا ما ضيع الجهاد الغاية لا يعد جهادا ولا يسمى وإنما هو قتال في غير محله وهو السعداء للمسلمين على أن يكونوا ممن يمد اليد إلى ما لا ينبغي أن تمد اليد إليه وهو استعداء للكفار على طحن المسلمين وسط صالحهم وقد قدق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حين قال والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا لا 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 transformations من قوم أرادوا بالنسبة لي والتطلقي